الآن نحكي عن الجزء الثالث في أول خلصنا أخذنا أول جزء شو هو أخذنا من الجزء الثاني الباسيك ستاعد أول كيف نعمل كلاس والكوبراتي والآخرين هل من هنا أخر إشي نسمي هل تهم كلاس في إشيكى للمشاهدة وما يلتقون خلاص بعض الأعمال الخلق معkt خلال أنترى hire إن Gordon تست Material السبب كلاس تبعه ADF-S هي اللي مستعملها يعني ليس ولا اشي جديد يعني هون عرفنا كلاس اسمه هباو تمام السبب كلاس سبعه وبهزن صح؟ نسبوع؟ خذنا كلاس اسمه BOOK والسبب هو سبب كلاس من PUBLICATION لاحظ هون شو شو استعملنا قوي؟ يعني كلمة السبب كلاس تعرفش شو يعني سبب كلاس الCONSTRUCT سبب كلاس من وينجا؟ نفس لا يعني فيش شي جديد وهي نفس السبب بـ LRM وسبب كلاس بـ AONL وسبب كلاس يمكن برضو بالER تعرفوها شو نحن صح؟ أول معلاش خلينا معناها لما بقول BOOK إذا سبب كلاس بـ PUBLICATION أو بقول MAN إذا سببت بـ PERSON معناها انت بهم ليها معناته كل الـ INSTANCES كل الـ INSTANCES اللي أنت بتسميها MAN هم كمان بالضرورة INSTANCES لـ CLASS PERSON ماذا؟ ماذا؟ فكل شيء نقول O اعطيني هذا الكتاب بـ بقدر أردو أقول لك اعطيني هذا المنشور اندي لي هذا الشخص سوري هذا الرجل او اندي لي هذا الإنسان كل راحت بسميه ما بقدرسميه درس بالضرورة حسنا هذا موجود في ADS لا يوجد شيء مجموعة ماذا يعني ماذا يعني ماذا يعني عندما يكون مجموعة نحن خاطئ فيه بلستاين بريزيلا هذا اسم الـ CLASS هذا ديما عملت انتولوجي وسمت الـ CLASS بلسطاين بريسيدنت وأحمد عمي الأنطولجي يسمى بريسابل بريسيدنت ببالسطاين هيك هلا وهي ما بتعرف هي بتعرف انه أحمد نسمي لكلاس تبعه اسم ثاني فهي شي بتروح تقوة بتقول اوك هذون هذون التو كلاسز فبند التعريف أول كلاس بعدين يعني هي عرفته وقلت هون 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 انت عملت تكلياريشن انهم التو كلاسز يعني كل الانستنسي اللي هون برضو هم انستنسي هون وكل الانستنسي اللي هون برضو هم انستنسي هون يعني معنا اخر يعني ضد او كلاسز مترادفات يقول لك اه مترادفات نفسي اشي او واحد سمى بقدر حض اكثر يعني مش بس هيك بقدر اقول اول كلاس بريء وكل الانستنسي وكل الانستنسي معاول اشي وكل الانستنسي او كلاسز ما أنستعر اشي هلأ هون انتستنسي هاذو تلزم شراب متاتااية لا لماذا؟ لاني اريد اعمال برضها انتي ليست تعمل الانتولوجي تابعتك في أكثر من مسمى تمتلك تسميها بس تقول ليش؟ بالزمش خلص انا هنبتل قمتلك تبعتي بعض الفواحة ده ليش عرف اثنائك؟ اه بس لما بتكتشبك مع قمتلك جهاز ثاني بلزمك كونسترقت هاي اللي كلاس تبعي كم زين بلغة الـ التابل تبعها اللي اسمه ستوتا والتابل تبعها اللي اسمه والتابل الثالث اللي اسمه بيرسون ديسابر ممكن نقوله سابتاكس بس انا هلا بده اقول ديسابر احسنش تكون كاستمر و بيرسون التابل اسمه كاستمر و تابل اسمه بيرسون كل اللي بكلب هون واللي بكلب هده اكتابل هم انسانس لنكسب مين؟ طيب وبقدر اكون العكس و بقدر اكون العكس شو العكس؟ اني اقول ديسجون بكلد ديسجون بكلد ديسجون بتقول انا في عند كلاس اسمه ما و كلاس اسمه وما بس هم ديسجون كيف ببدأ التعريف؟ هيك بتخطي هالأكسون بتقول بكلد ديسجون ديسجون وبتعرف شو هم ديسجون شوان ديسجون؟ يعني اذا فيه انسانس عند واحد من هون لواحد من هون ممنوع يكون انسانس فيه كلاس ديسجون يعني ديسجون مناش يسميهم متضاد لا بتقطعوش الانسانس تبتهم بتقطعش بلواحد اللي بيعرف الواحد هاي هيك هاي هيك معنا مليح؟ هاذا اذا فيه عندي اكتر من كلاس عرفهم بالطريقة هاي فببدأ بعدين بعرف RDF بارس طيب ايقوال كوليكشن ايقص فوق التعليم وبعدين بعرف انهم من كلاسي بس اذا عمني انا فقط ايقص ايقص هلا في عندي حالات معينة في ديسجون تيونيون هاي هاي هاكون في عندي A وفي عندي A1 A2 كل هذول ديسجون مع بعض كل واحد ديسجون مع الثاني A1 مع A2 وأيقص مع A3 وأيقص مع A3 وأيقص مع A3 بعدين A2 مع A2 كل واحد ديسجون مع الثاني ولكن وفي عندي وفي عندي A2 هو يونيون لكل هذول وهم هذول ديسجون يعني أنا بتعرف أنه A في عندي كلاس اسمه A هو يونيون من كذلك كلاس بس هذول هذول وهم باللغة وهمهم لما يتعرف هذول أو أحسن أحسن أن يكون ما نومه أحسن أن يكون ما نومه أحسن لأنهم بيسون بيسون هو اليونيون لتو كلاسس واحد اسمه مان واحد اسمه ممان بنفس الركض ممان وممان ممنوع إنستان سيب كمان ويكا ممان بنفس الركض ليس معجو جمعات ها فيه؟ ها فيه؟ ها فيه؟ ها فيه؟ ها فيه كثير ها فيه؟ ها فيه؟ ها فيه؟ ها فيه؟ نحفظه؟ نحفظه ما تكتب قواني تدرب عليك بسهل يعني مش تكتبوا وتعفظوا انت تحفظوا بس طوالة بسهل تعرف كيف تكتبوا ها فيه؟ ها فيه أي سؤال حتى الآن؟ ها دكتور يعني التجون هادره لو كانت التجونسي يعني مش بسجون ممكن نعمل يونيون على اليوم هادره؟ ها نعم كذلك يكون حكينا عن التجون وحكينا عن التجون طب فيه يونيون لحاله؟ ها فيه بس يعني لا يتجون بحكي ها فيه أي سؤال؟ خلينا نروح على مثال ها مثال فيه عندنا أول كلاس اسمه بيرسون ماذا؟ وكلاس تال اسمه فيميل وكلاس تال اسمه بيرسون ها هذا او سوري سوري الفيميل صب بكلاس من بيرسون اللي معرفها هنا سورا ها بعدها انتين اندي كلاس ميل وكلاس اسمه بيرسون ايه ميل صب كلاس من بيرسون ها وبدأقول انهم هذول اه اه انه بيرسون هو ها تعرف سنوكم هاولي شيء بلوار ام ها بلوار ام لاللي بعرف بلوار ام كنتو كبير شوية وذي عندي كلاس اسمه بيرسون كلاس مام وومم وهاي هاي انشارة معناها بلوار ام معناها ان هاي هي يون يون من هاي وهاي وهاي معناها ان هاذ وهاذا بلوار ام هلا عشان اسابت كل الانتروجيه هاي فانا بدورتكم على مثال كامل هذا المثال عبر 2 سلايتس عبر 2 سلايتس ها بس للي عشان عبر 2 سلايتس فا اول اشي في عندنا عرفنا كلاس اسمه بيرسون عرفنا كلاس اسمه فيميل وقلت لكم غربة لازم استعملت انا من هومة وعرف انه فيميل اذا سب كلاس اسم بيرسون يعني عرف هذا الفرد صح؟ بعدين عرفت ميل وقلت انه هو سب كلاس من بيرسون مليا؟ اوكي؟ ها؟ هلا انا عرفت بيرسون هلا كيف تقول انا انه يون يون اوف بس منه الدرجان فانا شوكو لكم طعم وعرفت اقلاس 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 بيرسون هو يساوي الدرج اقلاس بيرسون اقلاس اقلاس هاي الكليكشن في بكلبها مين وفي مين فاهم ساكلاس كيف تقول انه هذا الكلاس يون يون اقلاس من هذة الاتو ماذا كلها؟ اقلاس وفيه عندي كلاس كنت قلت هذا الكلاز إقوابلنت لهذا الكلاز هذا الكلاز معتدهش اسم شو من الكلبه ههههه قليكشن مين او يوريوم من الكلكشن مين اووموت مناعبين كيف ارفتها بالأول هذا الهيوم معتادكم بتشوفه انه او او لأ الاخيرين فيعني شوو اللي قصدق أقول له انت عرفت بيلسه أنا حالو ميش مهم؟ بس هاد حطيت علي راستريكشن دينك قلت هاد اكوبيلان تلاقي اليوني مليه؟ هاد وبعدين اول ديسجوند كلاسيز بديت تقول ان هادا الكلاس هادون ديسجوند ماذا؟